عندنا هنا كمان مجموعة أسئلة سريعة أوكي للنجمة وفاء عامر لو سألتك دلوقتي أنت بالنسبالك بتحبي الليل ولا النهار أكتر سؤال محير يعني أنا مليش معايد نوم لأن أنا جوزاء شعبك جوزاء طبعا ما غيرت جوزاء شوي يعني ممكن أنا داخل نام لا دمجهش النوم سحيد يعني بتحبي بترتاحي أكتر الصبح أكتر ولا بالليل تحبي تشوفي النهار قوي تحبي تشوفي النهار الصيف ولا الشتاء ديني سيزان اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الوقت اللي احنا فيه ده الجو حالو السينما أهم عند وفاء ولا الدراما الدور الحالو الدور الحالو أحب تلت أدوار لقلب النجمة وفاء عامر جبل الحلال الملك فاروق كفة عمر كنتي بتسمعي مينة أوه مونيرة هتزعل من لنا مونيرة 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 هتزعل من لنا وعطيات السروجي وقدرية وصالحة وصالحة لا 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 كتير عندك كتير قوي لو رجع بك الوقت يا وفاء كنت حتختاري نفس الحاجات دي ولا كنت حتغيري ايه كنت حموت عشان اعملها تاني لأن هقولك على حاجة البطولة مش سهلة انك تبقي بطلة في عمل شيلاء علشان اسمك حاجة وعشان فنك حاجة تاني فانا كنت رايحة لاني انا ممثلة بحب التمثيل درسته عشقته مؤمنة بانه علم علم يا جماعة علمي علم وبيؤثر على الشخصية وبيؤثر على الحالة النفسية وبيموت تمثيل ده ممكن يموت هتقول لي نجمنا الكبار اللي فاتوا اسفقون انا هقولك ما تولي قطع كلامك ان نجمنا الكبار ما ها فيه منهم كتير او يتوفى بسعب الحالة انا هقولك فيه منهم ما توقع المسرح انا بروح لدكتورة فقالت لي يحدث قشور في الشخصيات بتاعتنا احنا اللي هو بتتعذبي وبتتعابي وكده خلاص انت خلال خارجتي من الشخصية وروحتي اخد شور بتاعك واشتحياتك وبتاع لا هي ما مشيتش هي فيه قشرة جوه في العقل الباطن انت خيالي لو شخص عادي بتحسن عنده قشرتين تلاتة احنا بنعمل تسعمية دور فتسعمية قشرة لما بتبقى عاملة زي الكالسيم الجامد كده لما تيجي حاجة بقى جامدة تقطمها الممثل ده برا بيتعاملوا معها لانه حاجة يعني بيبي يعني انت لازم ياخده بالك من هنا الممثل بيعمل كل حاجة هنا الممثل بيعمل كل حاجة حتى ده بيجي اكيد على اعصابه طبعا لازم يركز في دوره وممكن يأثر في حاجات في بيته لانه هو ده شغله واكل عيشه لو كان حد معتمد يعني مش معتمد قوي لان الحمد لله جوزي موجود ربنا يديله صحة لكن فيه ناس بيبقى دام انا ممكن انا ما اشتغلش تمام يعني اوكي لكن فيه ناس حرام يعني ده طيب نكمل مجدة ولا فاتن ولا شادية يا لهوي قلت ثلاثة ثاني يعني لو قلنا مجدة جميلة بحريد شادية الحب كله دي فضيعة قوي فاتن ما هقول ايه ولا نهر الحب كلهم حبينا وسهرنا وتعلمنا وتمتعنا بيهم اما بتشوفي حد منهم على الشاشة بتوقفي الريموت كنترول تفرجي على مين الاول مجدة ولا فاتن ولا شادية 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 او مع ان انا انا استاذة فاتن طوع انا بحبها جدا واسكر لها ان هي هنتني في مسلسل كنت عاملة حاجة اسمها جسر الخطر طبعا وطلبت رقمي وانا مكنتش مصدقة نفسي درجة قلت طب انا هقوم اقف يعني الاول قلتش بتكلمي على تليفون اه ايوة انا مش هارفة حكيتك من وضرة بتقولي انا فاتن فقلت فاتن سعود ازيك يا فاتن اخبارك ايه فلاقيتني صوت فاتن وتلع قالو فعادت مريتين كده وقدين قلت لع فاتن فقالكي انا فاتن حمامة لأ هي صوت فاتن حمامة اه جميل رجدي ابوازة ولا عمر الشريف ولا احمد رمزي رجدي ابوازة وعمر الشريف رجدي ابوازة وعمر الشريف دور لسه ما عملتهوش وبتحلمي انك تعمليه اه بحضره دلوقتي بجد مش عايزة تقولي لأ خليه مفاجأة كده ان شاء الله طب قريب ان شاء الله رمضان اللي جاي ولا اوف سيزن انا بالنسبة لي بعمل رمضان انا لو نزلت بصي انا بعمل الحمد لله الطفان عمل نسبة مشاهدة محققهش مسلسل في رمضان الله وده كان اوف سيزن مسلسل الحلو بيشتغل في اي وقت على فكرة انا اندي الورق الحلو بقعد عليه بقعد عليه وقعد افكر فيه بيبقى عايش جواي لانه بيتحرك جوا كهاني وفاق عامر قبل رمضان على طول بس على فكرة انا عشان تبقي عارفة يعني في قدرية هم اللي اختاروني انا ما اخترتوش انا وفقت بس عليه ده اللي هو في لحم الغزال اه في لحم الغزال اللي هو المعلمة قدرية انا كنت حاسألك برضو بس هكمل ده دور عملتي وتتمنى تعمليه تاني وتالت اه نازلي وكف قمر مش بقتش منه قوي اه 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 دور عملته في كرمة برضو كان ممكن الدور ده وممكن يبقى فيه منه نموذج زي ده بس نموذج الست الجدع اللي رحت قعدت في وسط الحارة قالت مش هنامشي منها انتو عايزين تبقوها وتودونا فين تبيعونا بيوتنا وتودونا فين ترمونا في الشارع لا احنا مترموش في الشارع هم راحوا الاصمرات فنفسي اكمل دور عملتي مجاملة وندمتي علي دور عملتو مجاملة جملتك كتير انا بصي انا عبيتك اه بجامل بجامل وبستعبد بجامل وبستعبد اه يعني ساعت يقولولي يعني عيشي الدور شوية يا جماعة يعني مات مش هتعرفي مش هتعرفي لان خلاص اعتقد انت باقيتي وفاقة عامل كده انا بعمل اللي بحسه يعني انا حتى لو حتجاملي انت حاس انك عايزة تجاملي يعني انا حاس بيه يعني انا حاس بيه بحب فلانة رايحة جاملها مش عايزة فلوس خلاص تمام دايما يمنورانا النهاردة برضو كده يعني او اللهي جد اكتر جايزة فراحتك وسط كل جوازك وتكريماتك جايزة خلتها في المغرب وكنت معايا كنت معايكي ايوه لما اطلقوا علي نجمة الشرق وعملنا انترفيو مع بعض ايوه كان جميل نجمة شرق خفتي على ايتل من دخول الفن اه خفتي عليها ودلوقتي بعد ما شفتيها متقلقة كده فرفخورة بيها ونكحة فرحانة بيها جدا جدا ممثلة جدا وانسانة كويسة وصدقيني ما تتخسرش ابدا لانها صديقة كويسة ومخلصة وساعات تلاقي مثلا اصحابها من برا الوسط كانوا معا في المدرسة دينة ومزيعات وصديقات كانوا ايام لدراسة يخشوا يترموا في حضنها وعلى رجليها وتقفل بيب وتعملها زي كده والسفينجة هي زيك هي زيك اه تسمع وتقول وتحب الناس جدا ايطن اللي ما كسبهاش يبقى خسرها هو الخسران هو الخسران طبعا يعني احنا منتكلم التي على برضو عايزة اقول وعايزة ابرك لها وهي ان شاء الله اتنورنا قريب كتعملة مسلسل اكتر من رائع هي واحمد رز ايه في يوم وليلة شرين عادل شرين عادل شرين عادل جبارة ببرك لها محمد عادل امام السندي اه انا اسفة وبعتذر ما قلتش محمد عادل امام يا جماعة شوفوا محمد عادل امام والاكشن عامل ايه انا تفرجت على الميكين كله على اليوتيوب وتفرجت قبل رمضان وتفرجت على حلقة والنهاردة ان شاء الله باذن الله هتابع تاني وتاني مبروك شرين عادل محمد عادل امام ابن الوزة عوام قوي اه جميل بجد